اشتركوا في القناة كما احنا قلنا في الخواطر السابقة في سلسلة تاريخ الاسلام تكلمنا فيها عن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نشأته وعلى بعثته وعلى الفترة المكية ومعاناها فيها هو والمسلمون وقراروا بالهجرة بعد أن سمح له الله سبحانه وتعالى بالهجرة فهاجر هو والمسلمين إلى المدينة طبعا رحلة إلى المدينة لم تكن سهلة لما نعرف أن المسافة ما بين مكة والمدينة مسافة كبيرة جدا وأي حد ذهب إلى العمرة أو مقيم بالمملكة العربية السعودية حيعرف قد ايه المسافة دي كبيرة جدا ده بالسيارة وده بطريق مستقيم مجهز يعني بينما رسول صلى الله عليه وسلم في رحلته لما تعرف أنه اتجه جنوبا كمان في الأول من أجل التمويه ثم ذهب من طريق غير معروف للناس عشان كده هو استعان بالمرشد اللي هو اليهودي اللي أرشد طريق إليهم هو وسيدنا أبو بكر تعرف قد ايه أن الرحلة دي كانت طويلة وكمان لما تعرف أن حد بيتابعك وخايف أن أنت حد يعني يلحق بيك وكده فتعرف أن الرحلة دي كانت صعبة وطويلة طبعا لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة كان في منطقة هناك على بعد ثلاثة كيلومتر تقريبا من المسجد النبوي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم فيها للإستراحة فعلم صحابة بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم فقاتوا إليه ورحبوا به لوصوله إلى المدينة وفي المنطقة دي المسلمين طلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يبني لهم مسجد طبعا نحن عارفين أنه في خلال الفترة المكية كان هو المسجد الحرام بس هو الموجود وكان المسلمين بيؤدوا فيه شعائر أحيانا طبعا لأن الكفار كانوا بيمنعوهم في معظم الوقت في المدينة ما كانش فيه مسجد ومسلمين كانوا مشتقين أن يكون عندهم مسجد يدار أنه هما يمارسوا فيه عباداتهم بحرية بعد أن منى الله عليهم بالهجرة والخروج من تحت يد الجبابرة في مك فالرسول صلى الله عليه وسلم سمح ليهم فجمع المسلمين الأحجار من الحرة أو من المنطقة اللي موجودة ويقاموا أول مسجد يبنيه المسلمين في تاريخ الإسلام وهو مسجد قباء والحياء مسجد قباء ليه أهمية استراتيجية غير أنه هو أول مسجد بناه المسلمين لكن هذا المسجد أيضا ذكر فيه القرآن فيما بعد عندما حاول المنافقون بناء مسجد آخر لجذب المسلمين عن مسجد قباء فنزلت آيات من القرآن الكريم وصفت فيه المسجد لمسجد أسس على التقوى خير أن تقوم فيه وبالتالي نهى القرآن المسلمين عن صلاة في مسجد المرافقي طيب الرسول صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة خلاص وقبل ما يدخل المدينة حابين نستعرض إيه اللي كان في الجزيرة العربية في هذا الوقت طبعا في المدينة كان المسلمين من المهاجرين والأنصار ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم وكان فيه فئة أخرى وهم اليهود واليهود كانوا مقامين في المدينة وكان عددهم مش بسيط وكانوا عبارة عن ثلاث قبائل يعني في الحقيقة أن اليهود سمعوا طبعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن هو ظهر في مكة لكن هما من جواهم طبعا ما كانوش مؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن هما كانوا يعتقدون أن جميع الأنبياء يأتون من بني إسرائيل وبالتالي هما ما كانوش معتقدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون من العرب يعني دي حاجة الحاجة الثانية أنه هما طبعا كانوا منتظرين يشوفوه تمام شيء يعني من هذا القبيل يعني أنت راجل سامع عنه وعارف سمعت أنه هو نبي وقال أنه نبي ونزل عليه آيات من الله سبحانه وتعالى وانت يعني عندك شوق كده أنك شوف تشوفه أو فضول أنك تشوفه وتشوف إيه المواصفات بتاعته لأن طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مواصفاته كانت موجودة في كتب اليهود في الحقيقة أن ده هيكون أول احتكاك ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما بين المسلمين واليهود لأن اليهود ما كانوش موجودين في مكة وإن كان ممكن يكون كان بعضهم كان هناك وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كان تأثيرهم بسيط وكان الصراع كله كان مع مشرك مك غير دول ودول كان فيه شخص هو عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس النفاق هذا الرجل كان يعتبر من أثرياء المدينة وكان من عظماءها وكان مرشح أنه هو يحكم المدينة يعني كاد أن الناس تجتمع عليه بحيث أنه هو يصبح ملك للمدينة الكلام ده طبعا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلما طبعا رسول صلى الله عليه وسلم سمح له بالهجرة فبدأ الناس أن هي رجعت في كلامها وقالت ننتظر الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف إيه اللي هيحصل بعد كده عشان كده الرجل ده يعني تأذى كثيرا من وصول الرسول صلى الله عليه وسلم وهنعرف بعد كده يعني قد إيه هو كان حاقد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وإن كان دخل في الإسلام ودع الإسلام ولكنه كان رأس المنافقين في مكة طبعا المشركة مكة كانوا في منتهى الغيظ لانفلات رسول صلى الله عليه وسلم من تحت أيديهم وهنا في نقطة ممكن الناس ما تكونش فاهمها قوي وخاصة انه في هذا العصر الدموي قرن العشرين وما بعده شايفين ان الصراعات دي قتلت ملايين وقتلت شعوب أكملها والتنكيل مازال مستمر لمجرد اختلاف عرقي أو اختلاف سياسي أو أسباب هيفة يعني فده ممكن يخلي الناس يستغربوا ليه مشركة مكة مثلا ما نقضوش على المسلمين العددهم بسيط دول وقتلوهم وخلاص وخلصوا منهم يعني وبرضو بنسبة نفس الأمر بنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ان ثقافة القتل دي ما كانتش موجودة في الجزيرة العربية في هذا الوقت وكان القتل ده شيء شنيع جدا وبيترتب عليه مسائل كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى حروب يعني انت دلوقتي لما تقتل الشخص الشخص ده ما هو بينتامي القبيلة بينتامي المجموعة وغير انك انت حتدفع له دي وغير ان انت ممكن اهله يقتلوك عيب فيه ثقر غير انه ممكن يكون فيه صراع بعد كده من الخبائل بصرف النظر بقى هذا الرجل يعني كان مؤمن بنفس دين القبيلة ولا لا كده لكن هما الخبائل العربية كان عندهم انتماء قوي جدا للقبيلة وكمان كان عندهم الجوار الجوار بمعنى ان هو ممكن يجي شخص غريب اصلا لكنه يستجير بيك فانت بتجيره تمام فاصبح يعني مثله مثلك مثله حقوقه مثل حقوقك ووجباته مثل وجباتك وبالتالي هو واجب انه يحميك وممكن يحارب علشانك وممكن يموت علشانك في الدفاع عنك يعني ويحنا يعني ما اسمعناش عن مسلمين ماتوا في مكة عدد كبير غير نتيجة التنكيل والتعذيب يعني زي السيدة سمية او الشهيدة في الاسلام لكن ثقافة القتل دي ما كاناش موجودة وإلا كانوا انقضوا عليهم زي ما احنا قلنا وقتلوهم وكان عددهم ما بين المائة والمائتين يعني عدد بسيط جدا يعني نفس الوضع بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وضعه اصعب لانه الرسول صلى الله عليه وسلم من اشراف مكة جده هو عبد المطالب اللي هو كان سيد مكة وعمه كان ابو طالب اللي هو برضه كان سيد مكة وينتمي الى البني هاشم وموضوع كان بالنسبة لهم حساس جدا وكان زوجل سيدة خديجة ايضا اللي هي لها برضه قومها خديجة بنت خويلد وانا قلنا قبل كده في عام الحزن عندما رسول صلى الله عليه وسلم فقد ابو طالب والسيدة خديجة بدأ ان هو زادت المعاناة رسول صلى الله عليه وسلم وزادت معاناة المسلمين في مكة نتيجة ان هو فقد هؤلاء الدعمين الكبار له وبعد كده عوضوا الله سبحانه وتعالى برحلة الاسراء والمعرش وبالتالي فمشرك مكة لم يفكروا او يمكن فكروا في قتله حتى ان هما قالوا انه ممكن لو حنقتروا نجيب من كل قبيلة شخص عشان يشارك في قتل الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يتفرق دمه بين القبائل يعني كل دمقهم كان فكرة ان هما ما يعملونوش لنفسهم مشكلة كبيرة وان هما يحربوا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا كده خلاص ده متفرق بين القبائل مش معقول اهل الرسول صلى الله عليه وسلم هيحربوا الدنيا كلها يعني تمام حاجات زي كده يعني طيب ليه بقى مشركي قريش كانوا متغذين من انفلات رسول صلى الله عليه وسلم لانه زي ما احنا قلنا قبل كده انه كان كل مشكلة مشركي مكة مع الاسلام ان هما معتقدين ان مكانة مكة واقتصاد مكة مرتبط بالاصنام وان هذا الدين جاء ليهدم الاصنام وليحارب الاصنام المسألة ملاش اي علاقة بالدين خالص يعني هما من جواهم عارفين ان اصنام دي لا تضر ولا تنفع وهما بنفسهم بيقولوا انها مش اليها وان هي مجرد وسطاء منهم وبن الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك لكن هما عارفين ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وان الدين ده بيدعو الى الله فهم ما عندهمش مشكلة مع الدين لكن هو مشكلتهم ان هذا الدين سيدر اقتصادهم وسيدر مكانتهم هذا ما يعتقدون وبالتالي هما حاربوا الدين ده بقدر ما استطاعوا حاول يعزل الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الامكان عن القبائل اللي بتيجي وقت الحج عشان ما اقدرش يدعوهم للدين الجديد وبالتالي لما الرسول صلى الله عليه وسلم هيفلت من تحت ايديهم هيروح لقوم ينصرونا الحكاية دي ممكن تعملهم مشاكل كبيرة جدا وممكن الدين ده ينتشر وبالتالي ممكن يعني ييجي بعدك الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي يعني يخزوهم عسكريا ويهدم الاصنام دي وبالتالي هيعملهم مشاكل كبيرة جدا وحيدور اقتصادهم ومكانتهم كما يعتقدون ده كان الوضع في الجزيرة العربية وطبعا بالنسبة للقبائل الاخرى كانت تنظر الى الامر بترقب وحذر عشان تشوف ايه اللي هيصل لكن ما كانش متدخلة بشكل مباشر في الاحداث ان شاء الله في الخواطر جاية بإذن الله هنشرح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وصل الى المدينة وماذا وجده في المدينة وماذا حدثة للمسلمين في المدينة شكرا لكم ان نلتقي بإذن الله في خواطر جديدة قريبا نرجو ان تكونوا استفادتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته